تعرضتش مرة للتنمر بحياتك؟ أبداً أيام المدرسة أو بعدين أو يمكن إلى مضيقات معينة؟ أبداً، أبداً بالعكس تحرشات؟ ما في حدا ما تحرش يعني شارك ضرب يده بالأسامتاد إيه تحرش يعني إذا بتقوليني إنه واحدة تحرش فيك يكون في شي غلاء يعني هوني ما بقعد تصدق لا لا فيه أكيد إنه أكيد بس إنه تحرش كانوا يعتبروا البنة اللي بتطلع على التلفزيون إيقال بنت يمكن ما عندها أحلاق معينة هينة هينة أو يمكن بتقدم تنازلات كتير كتير قصص أكيد قطعت بهايد الفترة طبعاً وهوني أنت بتحط لحدود كانت صعبة عليك هيد الفترة؟ مش صعبة لأنه ما أنت وقت بيكون هالأد كاركتيرك بتعرف كيف يعني أنا من أنا وصغيري هيك يعني بالمدرسة هيك بحياتي الشخصية هيك ولما بلشت بالتلفزيون إذا ما كنت قد حالك وطبعاً توعية إمك وبيك مع المتابعة كل الوقت يعني أنا كمان حدا كنت كل الوقت خبر بابي كل شي خبر مامي إنه صاروا هيك فلان إجعوا حكياني هيك شو بعمل والسأة لما الأهل بيعطوا بيعطوا سأة لأولادهم بيربوا فيهم شخصية قوية منهن وصغار بيعتمدوا على حالهم بيصيروا يعرفوا الصح من الغلط وأكيد اتعردت وأكيد بمحلات معينة اضعفت معات أعرف شو بدأ عاماً ولكن الأغلبية إنه كان في ناس كانت وقحة معيك؟ في ناس وقحة مش لدرجة يعني درجة الوقحة بالأبروش تابعهم بطريقة الهاي بس لما برجع بقلك لما بترجع بتحط أنت لحدود حدودك ما حدا بيسترجع يقرب عليك بشان هيك بيقولوا عني مرات عمشوا قوية ومفحلة وجفصة هي جفصة لخبة قد ما بخاف على أنا مشان هيك بعمل هيدا الحيط اللي بحكي عنه دايماً إنه هاي القوية ما بيكسر عشي لا بنكسر وفرفت كمان مش بس بنكسر ليش زكرتيني عادل كرم من شوي ليش هالعلاقة بعدها مقطوعة؟ مش مقطوعة عادل جوا صار عنده بنات وعم مشغول بمسلسلات وبشغل تاني مش عم بحكي عن علاقة الحب عم بحكي علاقة الصداءة طبعاً طبيعي إنه إذا تجوز بس ما خاص لا أيمين إنه كل واحد صار بمشاغله مش لأنه وعادل عم بيسافر كثير مش لأنه متل إنه عم تدفع رولة شامية تمنت الصريحة مع باسم ياخور أبداً أبداً هاي دي شو بقوله صفحة وطويتة يعني رجعنا عدنا مع بعض وحكينا بكل القصص وحكينا إنه 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 هاي هاي دا الشي يعني الواحد لما بيحكي الحقيقة ليه بدو ينزعل منه عرفت شو قصدي تقبلوا الحقيقة؟ إنه ما بعد تقبلوها يعني أكيد تقبلوها لرجعنا عم نحكي مع بعض وما تقبلوها كمان هذا الشي بيرجع لهم إنه بالنسبة لإلي أنا لعمك عادل بهيد الجلسة أبداً 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 حتى ما حكينا بقصص يعني ما حكينا بالماضي ما حكينا بشي زعل كانت التقينا وحكينا طب اليوم إذا بترجع بتنسألي هيدا السؤال بين هشام وعادل بهيد الفترة بما بدها الأد بين برأيك عم ينجح أكتر عند الجمهور؟ عادل عم بيقدمه سلسلات إيه؟ وهشام عنده برنامجه إيه؟ لما بيسألوني عن عادل بالتمثيل بقلون عادل كلاس أي وما في أقوى منه بالتمثيل لما بيسألوني عن هشام عطريقة تقديمه وكيف طور حاله وكيف نجح حاله أقول كمان هشام يعني ما بتغيري شوي بكل يوم؟ أبدا أبدا بعده بنظرك هشام بنفس النجاح وقتها جوابتي مع باسم يخور إنه هشام حداد بي لهونه بس؟ هلا أكيد ما ضل على نفس اللفل طبعوله يعني ما فيك إذا ما طورت حالك بدك بدك بمحل تقشط برأيك واقف مطرحه هشام؟ إيه إنه لازم أنا أنا إذا إذا هشام بيسألني شو لازم أعمل رولا بقل له لازم تغير تعمل شي جديد تغير الكنسبت لأنه خلص يعني كل شي صار كأنه عم بيعيد عم بيكرر حاله وقت لو واحد بيكرر حاله هون بيبلش شي أشد عم بيكرر حاله برأيك إيه إنه صار it's time to move on يعني غير كريش ما حب بيتي لشو على الام تي في؟ آم ما حسيت في شي تغير عن الالبي سي نفس الشي بيبي نونسي ديكورات يعني عم بحكي الكنسب لا عم تحكي الكنسب والأشخاص الموجودين يعني جاد وأمال وهيك شو رأيك بالأشخاص اللي حوالي يعني بين أمال طالب وجاد وفي كمان معه قريج يلي بتطل معه بفقرة كوميدية آم هلأ أمل أنا بحبه كتير وأمل عملت زاهرة كمان كانت كتير مهضومة وكتير لذيذة وأمل بهالنية لأنه اشتغلت على حاله ما وقفت بمحلة يعني فاتت بدمان التمثيل فاتت بغير قصص طورت حاله عرفت ما بقيت محلة جاد بعتقد هلأ عم بيعمل كمان بعتقد عم بيعمل شي جديد لحاله I think عالأم تيفي عالأم تيفي بعتقد وقريج شفتي عالأريج صراحة ما شفت وقى ولي جليدي شنو مالي بعضه معه بعضه آم اوكي اللي كمان عمل بمحل ما كان شي كتير لذيذ بس كمان لازم يغير بما أنه عنده إياها يعني إذا طلبوا منك يعني عادل كرم بآخر موسم لألوتا ينقذ نفسه استعان بعباس شهين ولجأ يعني صار عباس بارتنر معه بالبرنامج إذا طلب منك تكوني بارتنر معه شام حدا تتقبلي إذا غير الكنسبت إيه لا لا إذا غير عم بحكي بهاي البرنامج يعني إذا هيدا خلاص تستوليت إن يكون تعتبر عباس غلط وقتها شارك بآخر موسم بمعادل يمكن جرب غلط فيني أقول إنه كانت شوي دع سنقصة كيفك أنت وعباس؟ تير منح بجنة لازم جمعة الجيجة المفروض لعنده هو زنوبة مرته بحبهم كتير يعني عباس بعديك عتواصل مع التواصل أنجو أنجو كمان ونعيم يعني البعض بس بينك وبين عادل حتى يعني حتى عباس بعد ما شفته بس تفكر يعني عادل وقت توفيت أمه ونزلت وكل الوقت كنت قاعدة معهم بالعزا وبالدفن أعرفت شو قصدي يعني ما عندي ما بقى فيه ما في شي بيحرز في وفا بهيدا المجال؟ عند ناس وناس إش ليه هل أتفكرت لأنه عند ناس وناس مين اللي وفا مع رولا؟ إذا بتقولي أنا إذا بدي حط طب ون وفا هو هاي الشخص ما بدي سمي أسامي وفا عم تحكي عنه بالمنح ما بدي سمي شكره ما في حدا وفا لا لا ما بدي سمي أسامي وحيت ما رح أسألك مين مش وفا طبعا بس قوليلي مين أوفى حدا معك بالدومان ما بتذكر ما بعرف ما يعني أنه في كاسة حدا بس أنه ما مش جاي عراسي اسم هل أتخيب لك أملك الدومان بكتير محلات؟ ليك بعد فترة بتشوف الحقيقة بتكون أنت من حبتك ومن طيبة قلبك ما بتقشعبك وفيك أنه رشاوي على عيونك وعلى قلبك وعلى راسك وعلى أحسيسك بعدين عبتكتشف أنه لا في كتير شيء أنت ما كتشايفهم أي دومان ما نهيين أبدا شوف فلاستك من هيدا الدومان الأول اللي بيبقى الأول اللي بيبقى والنظيف اللي بيبقى كله بالآخر بده يبين عنا مثل بلبنان مش النظيف اللي بيبقى ولا برأيك لا العكس النظيف بيبقى بيقلوب الناس بيقلوب الناس بس عم بحكي اللي بيستمر على الشاشة اللي بيستمر على الشاشة اللي بيكون شو بيقولهم بندوقوا وبيعرف وين يحط إجراء وبيدعس على الناس طيضا لهو هيدا اللي بيبقى أصدقائك بين ضمن الوسط منهم بقى من ولاد الكار تبعك يعني منهم ممثنين صاروا أغلبيتهم بين إعلاميين أو أشخاص عم بحكي اللي بتظهرين يعني بشوفك مثلا بتظهري مع كارين سلامة طول عمري أنا وكارين مش عنده مثلا حدا ممثل أو ممثلة أو هيك يعني أكتر بالإعلام لا ما خاص هي يعني أنا عندي أصحاب اللي هني أصحاب الطفولة بعدني من أنا وصيري لليوم بعدني أصحاب أنا من عمري 8 سنين لليوم بعدنا أصحاب طبعا الأصدقاء الطفولة يعني الشهرة ما غيرتك بدك تقولي لي أكيد ما غيرتنا بحق لي أسأل حسوات 3 أربعون الشهرة بتغيرون يعني بس أنا ببين علي ببين من العالم وبين ببين منك أنه أنت كم مرة صرنا ملتقيين بأعمال بأشياء أنت شفت أني أنا ما بتغير بين هذا أنا وإن كان كارين كارين كمانا من 94 أنا أصحاب أنا وياها لتاريخ يعني مش صرنا أصحاب لأنها مزيعة وأنا ممثلة لا صرت أصحاب وعندي أصحاب مثلين بظهر أنا وياها عند إلي شلوحة رفيقل أنتين بحبوه كتير كتير عند جوال الفرن نيكول طعمي جيسكار يعني عندهم مثلين أصحابي ورد كتير أصحاب أنا وياها ميرفا القاضي مين أخوت أكتر أنت ولا كارين كارين خواتها بغير محل كارين مجنونة صح وإفتي حدها هلأ مؤخرا طبعا جرحة جرحة يعني الله يصبر قلبها ويكون نفسه بخي صحابي